المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء حجر أساسا لمحكمة النقد بمدينة السادس من أكتوبر يرافقه عدد من الوزراء ويشار إلى أن المحكمة يعمل بها 652 مستشار و 1643 موظف و 589 عضو نيابة نشاهد معكم الآن مشاهدين صورة مباشرة ونقلة حي ومباشر لزيارة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب لمنطقة لمدينة الإنتاج الإعلامي لتفقد ما تم اتخاذه من إجراءات ومتابعة لحادثة الأمس وإلى قرعة الحق لهذا العام إذ أعلنت وزارة الداخلية أنها ستعلن أسماء الفائزين في القرعة لحق هذا العام في محافظات القاهرة والإسكندرية وجيزة الخميس المقبل يذكر أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحق هذا العام زاد على العام السابق بنسبة تخطط 20% حيث وصل العدد إلى نحو 121 ألف رجل وامرأة من مختلف المحافظات والمدن وسط حشد جماهيري كبير شهد محافظة الإسماعيلية وقيادات أمنية بالمحافظة مرسم إجراء القرعة العلنية لحق هذا العام وأسفلت القرعة عن فوز عدد 330 حقا وحقا منهم 32 من كبار السن في قرعة المحافظة وفي أسيوت أعلنت مدرية أمن أسيوت عن فوز 333 حقا بقرعة حق وزارة الداخلية من إجمالية 8000 متقدم للقرعة بالمحافظة هذا العام يمثلون مختلف قرى ومراكز المحافظة بنادي الشرطة بمدينة أسيوت وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة والألاف من المواطنين ذكرت مصادر حكومية لجريدة اليوم السابع عن تدفق الودائع الخليجية بنحو 6 مليارات دولار التي تعهدت بها السعودية والإمارات والكويت سوف تصل خلال الأيام القليلة المقبلة وستعمل تلك الودائع على رفع أرصدت الاحتياطية إلى نحو 21 مليار دولار من أرصدتها الحالية البلغة 15 مليار و300 مليون دولار وأضافت المصادر أن أجل الودائع الخليجية ومعدل الفائدة عليها سيعلن عقب تلقي الستة مليارات في وقت واحد سجلت البورصة المصرية صعودا محدودا بانتصاف تعاملات أولى جلسات الأسبوع متأثرة بضعف السيولة المتداولة في السوق وزاد مؤشر البورصة الرئيسي الرئيسي EGX 30 بنسبة 22% من قيمته كما صعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا ب22% رياضيا تنطلق اليوم منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الممتازة في لقاء قوي حل الزمالك ضيفا على سموحة في الرابع عصرا يدخل الزمالك هذا اللقاء متصدرا لجدول المسابقة برصيد 48 نقطة في حين يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة وفي لقاء آخر يستضيف الأهل فريق الأسيوتي في السادسة مساء تبعد جريد والمدير الفني للفريق الأحمر كل من عماد متعب وأحمد عبد الظاهر ومحمد ناجي جدو وإسلام رشدي وحسين السيد ورمضان صبحي من قائمة اللقاء وذلك لأسباب مختلفة ويحتل الأهل قبل المباراة المركز الثالث برصيد 40 نقطة بينما يأتي الأسيوتي في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط صرح المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عبد الرحيم مصطفى أن موانئ البحر الأحمر تعمل بصورة طبعية ومنتظمة بعد إغلاقها الفترة الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية هذا ويسود البلاد اليوم تقصون ربيعي لطيف شمالا معتدل على أقصى جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وإليكم بيانا بدرجة الحرارة قبل عرض درجات الحرارة مشاهدينا هذه مشاهد لخروج رئيس مجلس الوزراء من تواجد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب وتفقده لمدينة الإنتاج الإعلامي بعد حادثة الأمس والآن إلى بيان درجات الحرارة موسيقى 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 اشتركوا في القناة ختاما نذكر بابرز العنوين قنوات الانتاج الاعلامي تعود للحياة بمولدات كهربية والنيابة تعين موقع انفجار الامس المتحدث العسكري في مشاركة قوات برية مصرية في عصفة الحزم ويؤكد انه لا صحة لاستشهاد جنودنا مجلس الامن يصوت اليوم على قرار خليجي يفرض عقوبات على زعيم الحثيين ونقل الرئيس اليمني السابق وللمزيد من المتابعة لاخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني النهار live.net كما يمكنكم التواصل ايضا عبر موقع التواصل الاجتماعية المختلفة فيسبوك تويتر يوتيوب انستجرام وغيرها نشرة الواحدة قدمناها لكم من النهار اليوم نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة